أمطار الخير في محافظة ذيقار كانت على الفقراء وبالا وأصابت عائلات في مقتل بسبب انهيار منازلها على رؤوس أصحابها فكانت عائلة عهد كاظم عليوي في منطقة حجام التابعة لقضاء سوق الشيوخ ضحية انهيار بيتها من جراء الأمطار الغزيرة ما أدى إلى وفاة طفلة وإصابة والدتها بجروح خطيرة الحادثة التي حدثتها هي ست نفرات الموجودين في المنطقة فطاح عليهم وقع عليهم البيت وقع عليهم البيت بعد ما لحق قومة اللي يطلعون لكن البنية لم يكن من طفرهم للغرفة ولكن لطاح عليهم الغرفة كلهم منتهوا كلهم من الموتوا فالوقع حدثت على البنية فما قدرت تقوم من الأجين مالها رأسها فقط نظرت حديدة وعي بالطرف صارت عالية فتوفت الابنية وبسبب عدم مقدرة الأب المفجوع بعائلته على ترميم منزله لا يزال خطر الانهيار الكلي للمنزل قائما وهذه الغرفة الثانية مقبلة على انهيار يعني لا يطلعونها غراضنا وشاء الله تنكلها بها والله خايفين وهنا تدري بها حالتين تعبانا كلش ما وصلت أي مسؤول ما وصل بس وقت الانتخابات يظلون يجون راحين جايين يدقون بالبيبان ويعاني رب الأسرة عهد كاظم من ضيق ذات اليد حيث لا يملك غير قوت يومه وهو غير قادر على إقامة مجلس للعزاء الشخص الموجود هو ابوهم الموجود هو معين بهم هاي بيته بالمدرسة بالأول المتوسط وأولاد ذول الزغار موجودين فهو المعين بهم منطينا راتب راتب رعاية راتب رعاية فهذا تعرف انت الراتب رعاية وين يكفي شادر ناص بينا يريد نحط النصابات ماكو نفط نفط ماكو ماكو الإهمال الحكومي لذوي الدخل المحدود رغم الموازنات المليارية منذ عشرين عام ظهرت نتائجه مع زخات المطر حيث أكدت شرطة ديقار أن الجهات الحكومية سجلت انهيار منزلين في المحافظة خلال أربع وعشرين ساعة فقط فيما تواجه منازل أخرى خطر الانهيار الوشيك في عدة مناطق بالمحافظة